السلام عليكم. ازايكم عاملين ايه? يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله زي ما وعدتكم هنفتح على الفسيخ اللي احنا عملناه مع بعض. طبعا بعد ستاشر يوم. آآ طبعا الكيس القبيض اللي انتم شايفينه ده آآ لسا ما قلتلكم في الفيديو اللي فات ان هو هينزل مياه. لما انا بدأ ينزل مياه معايا حسيت ان هو ممكن يبهدل لي الدنيا. فقلت لأ هجيب كيسين كمان وراحت حطاهم آآ فيه علشان ينزل بقى مياه برحته يعني. وطبعا زي ما انتم شايفين كده اليوم اللي انا خللته فيه وملحته فيه كان يوم اربعة مارس. انا حطيت ورقة النتيجة معاه علشان اعرف اليوم بالزبط اللي انا ملحته فيه. واعد بقى من بعد كده الايام. فقلت هم عشان احنا في الشتة طبعا ستاشر يوم حلوين جدا. طبعا هشيل الاكياس كده اللي على الوش. وطبعا شايفين المياه زي ما قلتلكم. آآ هنشيلها وطبعا نرميها. ونبدأ ان احنا بقى نفتح على الفسيخ. عكياس الفسيخ طبعا اللي احنا كنا عاملينها باللازق الاول وبعد كده بالستريتش والحاجات اللي انتم شفتوها في الفيديو اللي فات يعني. بدأت ان انا بالمقص كده افتح بالراحة كده. هنفتح عليه بالراحة كده بالمقص ونشوف بقى نطلع كده اتنين اتنين من الفسيخ بتاعي ونشوفه مع بعض. آآ طبعا زي ما انتم شايفين. الطبعا اتبل خالص آآ من المياه اللي نزلت منه. بعد كده نبدأ ان احنا نفتح على اول اتنين هم. وطبعا زي ما انتم شايفين اللون اختلف تماما عن آآ ما كنا بنخليله في الاول. آآ زي ما انتم شايفين اهو بصوا ما شاء الله. يعني عايز اقول لكم لونه حلو جدا. طبعا بسبب الكركم اللي احنا حطينه عليه. وطبعا الاكياس كلها اللي احنا بدأنا ان احنا نشيلها اهو. آآ بصوا ما شاء الله. على فكرة انا بشمه دلوقتي. يعني انا عمالة بفتح فيه مش شم اي ريحة في سيخ يعني. فانا بشمه كده قلت اشوف يعني في ريحة فعلا ما فيش ريحة يعني. فعلا ما فيش ريحة زفارة ولا ريحة الوحشة اللي احنا بنقابلها لما بنشر في سيخ كده من بره ولا حاجة يعني. آآ زي ما انتم شايفين اهو بصوا ما شاء الله بدأت افتح فيه. طبعا ولا في حاجة منفوخة معانا ولا في حاجة شك فيها ان هي بيزة ولا العملة ولا لا 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 حاجة كده ما شاء الله يعني. انا فعلا اتصدمت من النتيجة. لما فتحت عليه كده ما شاء الله بصوا الحاجات هاي اللي انا كنت حطاها فيه. طبعا الورق اللورة واللمون والحبهان الحاجات دي كلها هي موجودة هي وشلناها. طبعا انا بشيل بقى الاكياس كلها كده عشان ننضف الدنيا حوالينا. وبدأت انها افتح السمكتين التانيين كمان. نشيل بقى والورق الفويل والاكياس كلها كده ونشيلها طبعا كل السمك شكل بعضه. يعني مش هقول لكم واحدة مسلا مستوية والتانية لا ما استويتش لا كله ما شاء الله ااخد لون واحد وما شاء الله ااخد سوى واحد وما فيش ريحة. يعني زي ما قلتلكم ما فيش ريحة فعلا ريحة الزفارة اللي بتتعبنا. واللي بتخلينا فعلا نكره الاكلة دي بسبب ريحتها. لا ما فيش ريحة زفارة. انا عندي زوجي ما بيحبش الاكلات دي خالص يعني هو كبيره الرنجة مسلا. لما اكل منه قال لا ده تحفى. يعني ايه ده انا ده انا ما بحبش الفيسيخ بتاع بره بسبب آآ بسبب يعني الطعم والريحة كمان. بس لما ده ده قال لي ده جميل جدا. يعني ما شاء الله يعني. آآ طبعا انا غسلتهم تحت المية علشان بقى نباين الفيسيخ نفسه ازاي يستوي. بصوا ما شاء الله الفيسيخ خطرية ازاي ما شاء الله. حاجة كده اللهم بارك يعني. تعالوا بقى نشوف. هنبدأ ان احنا ننضافهم ازاي. آآ هنجيب القرمة العادية. وحطي عليها كيس كده. وبدأ ان انت يشيلي بقى الزعانف اللي موجودة في في الجوانب كده. وبالسكينة العادية اللي انت بتبدأ ان انت تشيلي بيها القشر بتاع السمك لو ما بتيجي تنظفيه. وبدأ ان انت يشيلي القشر كده بالرحم. طبعا اخد يبالك لان القشر بقى هيطير بقى ويبهدلك الدنيا زي ما عمل معايا يعني آآ بس مش مشكلة. مسحنا الدنيا ونظفنا الدنيا بعد كده. بدي طول بقى واشتغلي يعني. آآ بدأت ان انا اشيل كده. القشر كده زي ما انت شايفها. بصي ما شاء الله. اهو ما شاء الله. كده خلاص. خلصت الفتخية. شلت منها القشرة خالصة. هون اضفتها كويس جدا. تعالي بقى نفتحها كده من البطن. طبعا معلش بقى هتشوفوا منظر البطن ايه? آآ يعني ايه هو يعني نشيل المصارين وخلاص اللي في البطن والرواس كمان نقطعها. ونبدأ ان احنا نسلكها كده كويس جدا. ونشيل بقى الحاجات الصودة اللي جوه دي. بصوا ما شاء الله قلبها عامل ازاي? اللهم بارك. يعني قلب الفسيخية احمر يعني وردي كده. حاجة كده جميلة. طبعا انا مش هفتحها على كده. انا غسلتها تحت المية. اهم حاجة عندي المية. يعني انا في كل خطوة لازم بخسل. وعشان تعرف ان هي استويت كويس جدا ولا لأ? طبعا آآ ابدأ بيديك كده او بصباعك جنب السلة بالزبط انزلي كده على اللحم. لو حستي ان هو ان ايديك بتنزل بسهولة جدا. واللحم طري جدا معاك زي ما انت شايفة كده. والسلة اللي في النص دي بصي بتطلع بكل سهولة. ما شاء الله يعني. بصي عاملة ازاي? ما شاء الله. ولون السمك وردي ازاي وجميل? ما شاء الله. كده الفسيخ بتاعنا ناجح جدا. ما شاء الله يعني. آآ وكده آآ دي اول سمكات فتحناها وهو معاكم. تعالوا بقى بالمعلقة كده نبدأ نطلع كده اللحم بالراحة. طلع كده بالراحة كده. وشوفي اللحم ما شاء الله عامل ازاي? بصي ما شاء الله. انا مش ادري امسك نفسي. احملة بكل فيه آآ من حلوته يعني ما شاء الله. بصي ما شاء الله اللحم اللهم بارك. يعني عايز اقول لك الوصفة دي نكح جدا. اللهم بارك. آآ تعالوا بقى في واحدة تانية كده من من الفيزيخ بتاعي. انا شفت طريقة كده بينضفوها بالكوباية. قلت اجرب برضو معاكم. آآ جربتها على فكرة حلوة جدا وكويسة. وبتلم شوية القشري. يعني مش بتخلي القشري اتنطور كده معاكي ولا حاجة. بس في الاخر طبعا استخدمت برضو السكينة ان هي تشلي الحاجات اللي في الجوانب يعني. اللي هو القشري اللي في الجانب. بعد كده شلت طبعا القلب نفس الموضوع وغسلته كويس. وبدأت ان انا آآ افتاحه كده زي ما انتم شايفين. كده خلاص انا بفتح كل الكمية قدامكم اهو. آآ بعد ما خلاص غسلته ونضفته. بدأت ان انا انزل كده باديه واشوف بقى الاربع سمكات. استوه نفس السيوة ولا لأ? اهو زي ما انتم شايفين. بنشير السلة اللي في النص. بتتشل معانا اهو بكل سهولة ما شاء الله. ونفس اللون في الاربع سمكات. ونفس الطعم في الاربع سمكات. ونفس السيوة في الاربع سمكات. يعني ما شاء الله السيوة بتاعي تمام. والحاجة ما شاء الله استوت جدا معايا هين لهم بارك. آآ بصوا ما شاء الله. حاجة يعني طبر مهري عامل زي الزبدة كده. آآ دي كانت وصفية النهاردة لتخليل الفسيخ والنتيجة الروعة اللي احنا طلعنا بيها دي. آآ جربي الطريقة دي ان شاء الله تطلع لك حاجة جدا معاك. اهم حاجة اهم حاجة لو انتي هتعمليه في الشتاء. عودي ستاشر يوم او خمستاشر يوم. يعني ما يقلش عن اسبوعين. عشان تتأكد ان هو فعلا استوى معاك. انما لو في الصيف آآ هجربه برضو في الصيف وهاقول لكم. بس انا آآ اعرف ان هو في دعالوا بقى في الاخر كده نحط شرايح لمون ورشة من الزيت كده على الوش وبعد كده عصرة لمون على الوش وكان من غيب بلدي بقى وبدأ ان انت كلي وبالفه هنا. دي كانت وصفتي للفسيخ اللي احنا عملنا مع بعض من اول الفيديو اللي فات لحد الفيديو بتاع النهاردة. يديت لو عجبكم بقى ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة علشان يوصلكم الفيديو اللي جاي ان شاء الله. واشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي ورمضان كريم عليكم والسلام عليكم.